تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا رسالة خطية من فخامة الرئيس بيكوس خريستو دوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بعلاقة التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وقد تسلم الرسالة نيابة عن جلالة الملك المعظم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لدى استقباله في مقر الوزارة اليوم سعادة الدكتور أندرياس إليادس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين وقد نقل سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين تحياتي وتقدير فخامة الرئيس القبرصي بيكوس خريستو دوليدس إلى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنيات فخامة لمملكة البحرين بدوام النماء والازدهار وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا وحضر اللقاء السفير أحمد إبراهيم لجرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية اشتركوا في القناة